السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عزيز من السيطة vision-technology.com اليوم سوف نحاول نحاول على الإكسسيبيلتات التليفون عبر الزمن البدايات والتطور والمتاح حاليا خاصة المغاربة منه لذا في هذا البرودكاست سوف نحاول على تلوكسان زوم والتليفون لوميا مع الناراتر سوف نحاول على تلوغيون، ألتو تلوكباك بالنسبة لهواتف النقالة تحت اندرويد وفويس اوفر كما تعرف الجميع البدايات استعمال الهواتف النقالة بدأت مع نوكيا خاصة نوكيا تحت سينبيان سيري 60 والأمتلاع كثيرة وتبقى كلها حاليا ذكريات N95 N96 N73 N79 N82 وزيد عن ذلك هذا البرامج مع كامل أسف لم يكن تطور للتكنولوجيا بحيث أن نوكيا كانت تنتج هذه التليفونات ودازة للتكتيل هذا البرامج لم يكن تطور وكانت استعمالهم جدا جدا صعب في الهواتف نوكيا وهذا البرامج الذي يقدمه بالتكتيل وبما أن شركة نوكيا شارتها ميكروسوفت لم يكن تنتج الهواتف النقالة تحت سينبيان سيري 60 الذي قابل أنه تنستلو فيهم طلق سنزوم وموبايل أكسسيبوليتي لذا شركة ميكروسوفت وتنتج ميكروسوفت في المسيحات يمكنهم استعمال الى حد دينما بحيث انه ولا في التليفون اللوميا ولا الغراندسمن انه ممكن نكبر الإكران بالنسبة للبصار استعمال ديالها رايكون جد سهل وغاي يمكنهم استعمال هاد الهواتف نقال بالنسبة للفاقدي البصار كاين لناغاتور التي يحرفوه الناس جميعا انه كاين في الوينداوز الوينداوز كايدا لوبسيون ديال ناغاتور وهو قرئ الشاشة الخاص بالكمبيوترات هاد الناغاتور ولا في اللوميا ولكن مع كامل اسف ليومنا هادا و باخر اللوميا تلي كاينين تحت السيستم باكسبلوتراتيون وينداوز فون 8.1 اللي هو تل 930 اللي هو اخر من انتاجات مبيه حالا الناغاتور فيهم تيخدمغي باللغة الانجليزية إذا كان التليفون بالفرنسية او بشي لغة قراءة متى تريد تخدم الناغاتور تيخرجي واحد المساج يقول لك هاد الوبسيون ديال القارئ الشاشة ميمكنش تخدم إلا إذا كان الهاتف تحت اللغة الانجليزية هذا بما يخص نوكيا والانتقال ديال هاللوميا عدنا عود تاني تيلوغيون تيلوغيون هو واحد الشركة المستاركتوب شركة صغيرة ديال فرنسا اللي شدات واحد الرفيرانس ديال سامسونج تحت اندرويد ودات له واحد البرنامج خاص بها اللي تتانستالى في هاد التليفونت وتديد عليه واحد الكاش هذا الكاش بحال واحد الطرف البلاستيك اللي تلصق في الكرة وقدام لذلك التليفونت داكتيل وتقول لي فيه بحال واحد التقابي بحال تقير الدوء بحال الشكل الانفادير ذي التليفون اللي فيه البطونات عادية بحيث انه مكفوف ممكن انه يقيس المربع ذي الواحد غير يحسبي بلا واحد ويتحرك اللي من دياله غير مربع فرق مجوش يعني كانوا واحد القلاستيك اللي تتمييز كل ما كنت محدده هاد البرنامج ديال تلوغيون اللي تتانستالى في تليفونات رائع وعندو بعض البوان نيغاتيف دياله اولا على حد العلم ديالي ما كانت روفوندور تبعه في المغرب يعني واخر نبغي انا نشره ما كانت روفوندور تبعه في المغرب ثانيا تمام دياله حيث انه خسك تشري تليفون وما يوجد اي تليفون على حد العلم ديالي واحد ثلاثة او الاربعا لرفيرنس ديال شركة تلوغيون اللي ممكنت انه ديال لهم داك السوق الادابتة لهم اللي هما الاسترواء والاسكات والاسكات ميني وكانت شيء تليفون اخر اللي ما اعقلت على الفيرانس دياله يعني خسك تشري التليفون التليفونات كما تتعرفو ثلاثة او ربعا درهم تديرو تقريبا اجداد وعاد خسك تشري اللوجيسيال من شركة تلوغيون اللي هو تديرو تقريبا تخوة سنزوغو اللي كيفان لديها ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او شحار بخارا تتباع في انترنت وسميته التليفون 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 بسيط جدا من ذلك التليفون كوليسان اللي تنويله تطلعه من تحت الفوق فيه بطونات عادي وفيه البرايل تتقصدك اللي توجد زيادين فيهم البرايل لانه خصيصا من ديور غير المكوفين من ضعاف البصر فيه لفوة ومفوكاليزة كامل ولكن هو كما قلت لكم بسيط علشان نأكد على هذه الكلمات بسيط لانه فيه ممكن خمسة دياليز اوبسيون فيه ممكن خمسة دياليز اوبسيون فيه كونتاكت وابل اللي فيه لجورنال ميساج وآلغم وغيقلاج فده هما خمسة الحويج اللي فيه مفيهش لا كاميرا لا بلوتوت لا والو تشين يعني التليفون عادي لواحد اللي بغى عسق بالمكالمات ووارسل المكالمات ويقدر يقل في الريبرتوار دياله باش يجريش مكالمات ويعرفش كل يصنع ليه ويقرأ الميساج دياله كذلك ننظره على البوان نيغاتيف دياله اولا غير متاح في المغرب ثانيا ما فيهش لغة العربية فيه سبعات ديال اللغات منهم الفرنسية والمجلسية ولكن منهم فيهش العربية وبالاتصال ديالي بالشركة ديالالتو اكدوا لي انه في القريب العاجل غادي تكون متاح في العربية يعني نقدر نقول هذا البوان غادي تحيد في القريب العاجل ولكن هنا يبقى المشكل ديالي شكو اللي غادي يبيعو لنا في المغرب ونعمل عندما غادي نشريه وفي انترنت تقريبا تدير 149 اوغو تقريبا 1500 درهم تمان دياله ندوجه دابا التالكباك التالكباك اللي هو البرنامج الخاص بالهواتف اندرويد سواء كان سامسونج ولا سوني ولا الج ولا الكتيل المهم انه فيه اندرويد هذا الاندرويد كان نستخدمه بردفور أبليكَّاساسو استخدام تالكباك الجهد البرنامج هذه القارئ الشاشة الخاص بهذه الهواتف اللي تواتي نستعمال الهاتف سواء كان فاقد بصار او ضعيف بصار كان لدوز لبعض الواندخباك كان لبعض البرنامج يستخدم تكبر الشاشة بهذه الطريقة وكاين كانت في تلوريون وكاين كدلك في هذا البرنامج واندرويد من غير البرنامج يمكن أن تطلقبك لتوقع قارئ شاشة عنده لجستوية حركة دياله خاصة لكي نستعملوا هذه التليفونهات لأنه تنأكد واحد قاعدة عامة في قارئات الشاشة بنسبة الهواتف هو أنه عندما تشغل قارئة الشاشة في هذا الهواتف ستقول لي الاستعمال دياله مغاير تماما الاستعمال المبصيرين حيث انه غي باش تختارش اوبسيون مبصير غي يمشي غي كليك على داك الوبسيون تلخص كدير واحد الحركة معينة باش دخل داك الوبسيون يعني طيلا وحلتي في شي حاجة إلا مشيت عن موسير رمي عافش عاونك رمي عافش يقول لك شنو كين خاص تبحث وتقلب ولا تسول شي واحد اللي عنده معلومة ديال هاد القارئ الشاشة التي تستعمل في ذاك الهاتف باش يعطيك الحركة الخاصة اللي ستتمكنك من أنك تدير شي عملية في ذاك التليفون ديالك هاد تلخباك رائع ولكن مع قطرات الهواتف نقالة كما قلنا سامسونج ال جي الكاتير هاد تلخباك تختلف الاستعمال ديالو من تليفون تليفون العساب لامارك ماشي تختلف الاستعمال من الحركة ولكن الفعالية ديالا استعمال ديالو بحيث أنه على حد جريبا ديالي وغادي نتركوا لهذا الموضوع في بودكاست خاص هو أنه الكونسركتور الشركات تديروا واحد الكوش سبيسيال ديالو فوق الاندرويد كان برنامج الاندرويد تجيو هما تديروا تخصوه تشخصوه بواحد الاسوبسون ديالهم بشيو اللي بحيث بديال سامسونج هاد تشخيص تجعل أن الفعالية ديال تلخباك تقل ولا تزاد على حساب الشركة وغادي ندركوا على الانكونفينيون واحد اللي لحت أنا في هاد تلخباك حاليا هو أنه مفيش العربية ناتيف مو يعني متى تشري تليفون تتلقى في الفرنسية والعربية ما فيهش يعني إذا بغيت تشري العربية كالكو سوا التليفون لا تشري سوا شريتي آخر ما أنتجا تقنية في شركة سامسونج اللي هو هاد سامسونج سيس ولا شريتي اقدام تليفون ديال سامسونج هاد الاكسيسيبليتا في حاليا هاد تلخبها غير فرنسية إذا بغيت العربية ستتشري اللغة العربية تشريها من بلاي ستور ديال جوجل وكي تشريها لا تغيير لغة العربية كانت أصوات عديدة ونظروا أنها كانت نيوانس وكانت أكابلا كانت تغيير خمسة أورو ولكن المشكلة كانت تشريها لديك كارت بانكار لا يمكن أن تشري الانترنسونال لا يوجد كارت بانكار لديك كارت بانكار لديك كارت بانكار وكي تدخلها وكي تدخلها في البروفيل لكي تشريها لكي تشريها ومشي جميع الأبناء المغربية ومشي جميع المكروفين في البصار عندهم إمكانية وإن شاء الله في البودكاست القريبين سوف نعطيكم الحل سوف نزول آخر إمكانية وهي الإيفون الإيفون من سنة 2009 صدور الإيفون 3GS سوف نقول له أن البداية كانت متكاملة حيث هذا الإيفون 3GS 2019 أعطينا قارئ الشاشة اسمته Voice-Over لأنه متكامل فيها العربية فيها الفرنسية فيها البرامج مختلفة يعني تقاطئنا على مستخدام مع قارئ الشاشة و تحتاج و لا تحتاج أن تشري شيء من بعد و تشري الى الإيفون فيه حيث أن تشري ايفون جديد ويكفي ان تشغله من الكارتونة و لا تحتاج لتامو بصير يمكن أن تعمل ثلاثة مرات على البوطن التحتانية سيخدم الـ VoiceOver وممكن أنك تدمر الـ iPhone أول دمراج لكي تخصر اللغة والبلاد والمسائل الأخرى ممكن تديرها الرسك يعني الـ iPhone تبقى هو الحل بالنسبة لي الأمثل حالاً أو حالياً الأمثل اللي مكوفين لها في البصر سنقول بله هو غالي واحد شوية لأن باش تريده بالـ iPhone 6 قريباً بشي 7000 تبني لفدرها ولكن مش ضروري نشريه آخر الإنتاجات حيث الجميل في iPhone أن هذه الـ Accessibility نفسها في جميع الـ Reference من Apple من 3GS إلى 6 نفس الحركات ونفس الامتيازات الاختلاف الذي يكون وهذه السؤال التي يترحوني بزاف دي الناس هي في الصرحة للإستعمال لك iPhone لأن النفاش تزيده هما في iPhone تزيده الـ Processor تزيده الكاميرا تزيده لما عندي الشاشة تزيده الكثير من المسائل لأننا لم يعدنا بها الغرض نقول نحن مخوفين وضعها في بصر لم يعدنا بها الغرض نحن اللي تهمنا هو السرعة للك البرنامج في ذلك الهاتف اللي هو iPhone وتنظن أنه وحد ما الذي مبتدئ ويبدأت تتعامل مع iPhone أخذ الترويجه أو أخذ السيسة لا يحسب الفرق من الفرق ما الذي يحسبه؟ التي يفعله ب iPhone جديد وما بعد الشاشة من المسائل لأنه يحسب الفرق بسيط في التفاعل مع قارئ الشاشة وفي ساتة visiontechnology.com سنحاول نديرو بودكاستات و توتوريالات اللي عبرهم سنشرحو كل برنامج وكل قارئ الشاشة على حدة طريقة الاستعمال وطريقة التعامل وكيفاش نشريه وفي اللقاء وكيفاش نخدمو بيهم يعني هاد القارئ الشاشة كاملين يقولنا Talks and Zoom, Mobile Accessibility, Narator Lumia, Alto, Telorion, Talkback, Voice-Over سنحاولو كل واحد نظرو عليه بتفصيل حيث انه يقولي عدنا سهل الاستعمال ديال كل واحد فيهم ويكون عدنا الاختيار ديال حرية الاختيار حيث انه مش نكونو دروري نستعملو Talks and Zoom في نوكيا لا عدنا مجموعة ديالا احتمالات مجموعة ديالا امكانيات وهدي نحاولو نشرحوها كاملة باش تكون عدنا حرية ديالاختيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته